الحمد لله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده الحمد لله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد تلك هي تكبيرات العيد سنها النبي صلى الله عليه وسلم ليستهل المسلم بها يومه السعيد ونحن اليوم في يوم سعيد من عدة جوانب اليوم هو ذكرى مرور خمسمية وسبعين سنة على فتح القسطنطينية ألف وربعمية تلاتة وخمسين هجرية على يد الفاتح المسلم السلطان محمد خير أو محمد خان محمد الفاتح واليوم أيضا هو أول يوم في مئوية جديدة تعيشها الأمة الإسلامية بوجه عام والدولة التركية بوجه خاص مئوية جديدة بعد المئوية التي مضت من سقوط الدولة العثمانية اليوم مئوية جديدة تتحرر فيها تركيا من قيود الغرب وبالتالي يتحرر فيها العالم الإسلامي إن شاء الله تعالى هذا أملنا وظننا في الله عز وجل واليوم أيضا هو أول يوم لتولي الرئيس المنتخب رجب طيب أردغان مهام الحكم الجديد لخمس سنوات جديدة إن شاء الله تعالى فاليوم يوم الانتصارات فالحمد لله رب العالمين ونسأل الله تبارك وتعالى أن يسعد أوطاننا العربية والإسلامية بانتصارات كبيرة فتمكين وانتصار أي دولة مسلمة هو انتصار للأمة الإسلامية بأسرها لأننا أمة واحدة لا نتجزأ حتى وإن قسمنا أعداؤنا في اتفاقية سايكس بيكو 1917 إلا أننا ما زلنا أمة واحدة هكذا أراد الله تبارك وتعالى منا أن نكون وهكذا إن شاء الله ينبغي أن نكون شاء من شاء وأبى من أبى بعز عزيز أو بذل ذليل أي انتصار وأي تمكين وأي فرح وأي سعادة وأي ذكرى في أي مكان في العالم الإسلامي هي ذكرى وانتصار وتمكين للأمة الإسلامية بأسرها إن شاء الله تعالى في الأيام القادمة نفرح كمان بإذن الله عز وجل بعهد جديد في مصرنا الحبيبة وفي تونس وفي سوريا وفي الجزائر وفي بلادنا العربية في العراق وفي ليبيا وفي اليمن نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيد إلينا هذه الحرية الجميلة في أوطاننا مرة أخرى ونسعد جميعا بحريتنا ثم نتجه جميعا لتحرير قدسنا ومقدساتنا في بيت المقدس يسألونك متى هو قل عسى أن يكون قريبا بل هو قريب جدا إن شاء الله تبارك وتعالى